ولمناقشة الاحتقان الشعبي في إيران ضد النظام الحاكم واستمرار الانتهاكات ضد حرية التعبير والرأي في البلاد معنا عبر سكايب من كندا الخبير في الشأن الإيراني والقانون الدولي السيد صلاح أبو شريف مرحبا بك معنا سيد صلاح مرحبا بكم مساء الخير مساء الخير في أي سياق يمكن فهم ما جرى للشابة الإيرانية مهسى أميني بعد اعتقالها على يد الشرطة ثم ممارسة الانتهاك بحقها والعنف مما أدى إلى موتها بهذا الشكل ما حصل لمهسى أميني هو حقيقة يحصل لكل المواطنات والمواطنين فيما تعرف بجغرافية إيران السياسية يوميا في كل المدن في كل المناطق في كل الأماكن بشكل عام هناك نظام جوهره ضد الإنسان هناك نظام بني على أساس العنصرية والتمييز العنصري وهذا التمييز على المرأة بالتحديد بشكل مضاعف جدا ودستر هذا التمييز بدستورهم منذ أكثر من ثلاثة واربعون عاما يعني عندما تراجع الدستور الإيراني ستجد العنصرية واضحة تماما ضد المرأة خاصة إذا كانت هذه المرأة أيضا تنتمي لشعوب غير فارسية يعني ناهيك عن أن هناك أكثر من نصف المجتمع فيما تعرف بجغرافية إيران السياسية تمثلها المرأة وهي مضطهدة قانونيا ودستوريا وفق الدستور الإيراني تعتبر ناقصة لا يحق لها التمثيل ولا يحق لها الرئاسة ولا يحق لها القضاء ولا يحق لها الدخول بالكثير من المؤسسات المدنية والمؤسسات القانونية والحكومية في جغرافية إيران السياسية ناهيك عن هذا كله أن القتيلة هي تنتمي إلى الشعب الكردي الذي حرم من أبسط حقوقه الإنسانية في جغرافية إيران السياسية كما حرم أتراك أزربايجان والتركمان والبلوش وعرب الأحواز هناك نظام قمعي ما ظهر من جريمة قبل يومين هو يظهر جيزه بسيط جدا من جرائم من نظام بحق كل المواطنين في جغرافية إيران السياسية لكن السؤال يدور عن الدوافع وراء هذا الاعتداء على مهسى وعلى النساء بشكل عام هل لكونها كما تفضلت كردية مثلا أم لأنها كانت ترتدي الحجاب بطريقة غير مناسبة ما السبب؟ ما الدوافع التي تدفع الشرطة إلى الاعتداء وصولا لقتل إنسان ما؟ هناك كما تعرفون الدستور الإيراني وشرقة ما تعرف بالأخلاق التي أسست منذ عشرات السنين وتقيرت أسماؤها خلال الفترات المختلفة هي أساسا ضد المرأة ضد الحريات ضد التعبير ضد أي شكل من أشكال حقوق الإنسان هذا النظام وهذا الحكم يرى أي حرية للمجتمع للإنسان هي ضد النظام لأن النظام الإيراني يتعارض مع الحريات النظام الإيراني جوهره يتنافى ويتعارض مع أي من قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فكلما المجتمع تغلب باتجاه الحريات كلما حذف هذا النظام وهذا ما لا يريده الحريات في تضاد كامل مع أسس وجوهر هذا النظام الذي ربط نفسه بالدستور وهذا الدستور هو دستور رجعي دستور متخلف دستور ضد الإنسانية دستور يرى أن ولي الفقيه له الحكم على الناس على أموالهم على أرواحهم على حرياتهم على حقوقهم وعلى كل ما يملكون فبالتالي يحق لهذه الشرطة أن تمارس وفغا لدستورهم الرجعي المتخلف ضد المرأة أي ممارسة ضد أي مشتبه به بالشارع دون الرجوع للقضاء أو دون الرجوع للمراكز القضائية التي سمحت لهم بارتكاب مثل هذه الجريمة يوميا يعني للعلم قبل أيام قبل هذه الجريمة هناك جريمة أخرى ارتكبت في بلوشستان بحق مواطنة بلوشية أيضا تم الاعتداء عليها ومن ثم قتلها في بلوشستان على رئيس أحد مراكز الشرطة هناك هذه الجرائم يومية والنظام هو حقيقة يتستر عليها من جانب ويدعمها من جانب آخر لأن يرى في مثل هذا الظلم هو الحفاظ على النظام وجوهر النظام الرجعي والمتخلف فيما تعرف بجغرافية إيران السياسية كردية هذه المواطنة هو أيضا عامل مباعف لبارتكب بحقها وبحق المرأة عموما في جغرافية إيران السياسية طيب سيد صلاح هناك تظاهرات تتواصل في إيران منددة بهذا بمقتل الفتاة مهسى أميني على يد الشرطة الإيرانية لكن هذه التظاهرات ما تلبث أن تنطفئ وثم تعود من جديد كيف يمكن وصف هذه الحالة وحالة القمع التي تكون بها الشرطة أيضا لهذه التظاهرات المظاهرات تغمع الحريات تغمع عندما نتحدث عن قمع هناك أكثر من 30 بين جريح والقتيل لم يذكر عنهم النظام الإيراني يوم أمس في مدينة شغز وهناك المئات من الاعتقالات الآن في أيضا سنندج والمدن الأخرى ليلة الجمعة أيضا هناك كان شهيد أحوازي أيضا قتل على يد النظام الإيراني الاعتقالات مستمرة في الأحواز وفي بلشستان وفي أزربايجان وفي كل مكان هذا النظام بني على أساس غمعي على أساس رفض الآخر على أساس حذف الآخر وهذه سياسة مستمرة لذلك تغمع هذه المظاهرات ولكنها تبغى كالنار تحت الرماد تثور بوجه هذا النظام الإيراني تحت أي فرصة وأي ذريعة مهسا ما جرى لها يجري كل يوم في كل مدينة وفي كل زنزانة من زنازين العدو الإيراني ولكنها أصبحت حجة للتظاهر وأيضا الحراك الشعبي والمناهض للاحتلال الإيراني خاصة في المناطق المحتلة من غبل إيران كأزربايجان وبلوشستان وكردستان والأحواز وترك ملستان للعلم وننتحدث معك هناك دعوة غدا يوم الأثنين للإضراب الكامل في العديد من المناطق وخاصة في كردستان وهناك دعوة لهذا الإضراب من غبل اتحاد ثوار كردستان المطالبين استغلال كردستان المحتلة من غبل إيران أيدها أكثر من 18 تنظيم تابع للشعوب غير الفارسية من أتراك أزربايجان والتركمان والبلوش وعرب الأحواز ونعتقد أن هذه المظاهرات سوف تتوسع لماذا تتوقف؟ لأن هناك قنم شديد وهناك عدم دعم غليمي أو دولي لحماية هذه المظاهرات ومنع إيران وهذا هو السؤال على المستوى القانوني الدولي هناك دائماً دعونا نقول عدم محاسبة أو ملاحقة لهذه التصرفة وبالتالي هناك تساهل وهناك إهمال كبير من غبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لما تقوم به إيران من جراء يومية بحق مواطنيها الفرس والشعوب غير الفارسية إيران منزمة وفق الغانون الدولي الإنساني إيران منزمة وفق مجلس حقوق الإنسان بصفتها عضو بهذه المنظمات أن تحمي الحريات أن تحمي كنظام التعبير أن تحمي التظاهر أن تحمي الخصوصية الفردية أن تتعامل مع المواطنين دون أي تمييز هذا هو ما وقعت عليه إيران بالمؤسسات الدولية كعضو بالمجتمع الدولي وعضو الجمعية العامة للأمم المتحدة وعضو بمجلس حقوق الإنسان ولكنها لا تعتني إيران ويوم قد أيضا رئيسها المتهم بالإرهاب المرتهم بالقتل لآلاف المواطنين غدا سيصل إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة هذا هو التناغض للأسف الشديد وهذا هو الإهمال الذي يستقله إيران لقتل الشابات والشبان وكل من يناهضه في جغرافة إيران السياسية والموقف الأمريكي دائما ما كان موقفا يبحث عن المصلحة الأمريكية أكثر من بحثه عن حقوق الإنسان سيد خلق سواء في إيران أو في أي مكان آخر أليس كذلك؟ مؤسف جدا أن نؤكد على ما تفضلت به الولايات المتحدة الأمريكية تقمض عينا وتفتح عينا آخر أخرى عندما تحصل هناك بعض الأزمات عند بعض دول تجد الولايات المتحدة الأمريكية ومعها كل من يتبعها تتوسط وتبعث الوفود كما يحصل الآن في السودان أو في مناطق أخرى ولكن عندما يتعلق الأمر بإيران كلما يهم هذه الحكومة للأسف الشديد أن تكون إيران على وضعها الحالي وأن تبغى هذه الدولة تضطهد الآخرين وإلا لماذا أكثر من 43 عاما هذه الدولة المعروفة بإيران الآن قتلت من الأمريكان ما لا يقتل أي طرف آخر باستثناء الحرب الفيتنامية الإيرانيين قتلوا الأمريكان في المملكة العربية السعودية قتلوها في العراق قتلوها في الخليج العربي قتلوها في لبنان قتلوها في العديد من الأماكن كانوا يدعمون الإرهاب ضد الولايات المتحدة الأمريكية وهذا كله تعلمه الولايات المتحدة الأمريكية وحتى شاركوا بالإرهاب العملية الإرهابية في عام 2001 وكل هذا وفق ما يعلنونه هم ولكن نرى أنهم من جديد يستقبلون الرئيس الإرهابي الممول والدعم الأول للإرهاب رئيسي في نيويورك غدا وهناك احتمال أيضا الجلوس معه مع بعض المسؤولين الامريكان نعم شكرا لك من كندا براسكايب الخبير بالشأن الإيراني والقانون الدولية سيد صلاح أبو شريف شكرا لك